النهاردة الزمالك عامل مطشي حلوه الشوت التاني الشوت التاني جلوب عليك الشوت التاني يعني الفكرة في الزمالك انه بدأ يعرف يرجع يعني الزمالك اللي حد فترة قريبة لو كان دخل فيها ده فين كان الامور خلصة متوقع صعبة الزمالك النهاردة عارف يرجع في الشوت التاني على مستوى الاداء على مستوى نتيجة رجع مع نهاية الشوت الاول شايف الزمالك مش النهاردة بس الفترة الاخيرة عامل ازاي بص يا كريم انا انتعرف اللي انا ساكن قدامنا اتزملك يعني بالفرق بيني ومن النادي دقتين ففي وقت من الاوقات انا من نوعية المدربين اللي بحب بتفرج هنا وبشوف هنا وبشوف المدارس فأما بيطاح وقت بنزل بتفرج عالتمرين بتفرج عالتمرين اه او الساعة تمانية الصبح هاي تمني برضو ساعات ممكن بيرامدز برضو بروح اتفرج اشوف باتشيكو يعني انا بحب اجمع واشوف ثقافة المدربين المختلفين مستردش على اهلي؟ اه لأ صحيح صحيح انا قدت بقى تبتليب في قصة بتعدي عالي والله فعج فأنا ما بروح الراجل خلي بالك اولا عجبني علاقته باللعيبة بيبان في التمرين اللعيبة فعلا تحس اللي مرتاحة مع الراجل والراجل في التمرين انا بحب نوعية المدربين اللي بتشتغل بأيديه يعني فيه مدرين فنيين بيحط رجل على الرجل والمساعدين هما اللي بيشتغل لا الراجل ده بيجري في التمرين يعني تلاقي بيجري هنا وبيجري هنا وبيرو فعجبني العلاقة اللي عملها مع اللعيبة حلو وانما اللعيبة تبقى مرتاحة نفسيا مع مدير فني تقدر تطلع منه حاجات كتير عشان هو كبيرا بيدي أدوار شوية معقدة مركبة مركبة حلو مركبة بالزبط أدوار مركبة جدا فلت لازم اللعب يكون مقتنع بيك جدا عشان يعرف ينفزها بالزبط فدي ممكن أنا شايفها انت ما بتكلمش على الجنب الفني انا بتكلم الوقتي على الجنب النفسي وده فريق جدا وباين في لعيبة نادي الزمالك حلو الحاجة التانية اللي الراجل احنا عندنا مشكلة في مصر يا كريم اللي الحارقة بدون كرة يعني انت لو تتفرغ على الدوري هتلاقي العيبة بممكن بتتمشى لعيبة ما بيتحركش غير ما الكرة الجيلة والراجل عايز الناس بتتحرك كلها بص تامرينه كله هتلاقي اللعبة بتتحرك من الدورك ما فيش حد بيوقف يعني تلاقي كله حتى لو معاكش الكرة بتتحرك فانت النهاردة نادي الزمالك أنا حتى ما روحت مطش المقاولين في الملعب في لمركزية بشكل كبير جدا في الملعب فأنا خلي بالك لعيبة المقاولين قاعدت أول تلت ساعة أول خمسة وعشرين دياء تايهين مش عارفين هيضغط هنا ويلاقي واحد زيادة من هنا فاللمركزية والحركة بدون كرة دي اللي عاملة شكل النادي الزمالك انت النهاردة شرط الأولاني لما العملية دي كانت قلة شوية اللي استحواز رح منك مع الشرط التاني منزلت لعيب الكرة وده مش بقلل من الناس اللي عابت الشرط الأولاني بس هي بتبقى بعد فيه فروق في اللعيبة أنا النهاردة لعيب كرة بقدر أعمل استحواز أشتغل بحط الباص كويس وعندي حلول وفيه لعيبة ممكن أدوارها اللي هي دفاعية بتدافع وتسلم أقرب واحد لها لما نزل النهاردة فتوح الشرط التاني مع شكبالة مع عزيز ومع ده الوضع اختلف جدا اللي دول لعيب الكرة الحاجة التانية بتحركوا كويس قوي بتقالوا على الكرة الدكس تحواز في نص الملعب بشكل كويس جدا عشان كده شكل نادي الزمالك تغير طريقته أنا معجب بيها لكن نادي الزمالك بيعاني في الطريقة دي في حالة واحدة فأي كرة مرتدة بتتلاعب طويلة على السرد بكين ليه؟ اللي معظم الناس بتبقى طايرة فعلى طول هتلاقي مواقف واحد ضد واحد وده شفنا النهاردة في الجنة التانية بتاع أحمد عاطف الكرة ترامت الراجل بسرعته قدر يتحرك فهي الطريقة هجومية بحدة لكن لازم بيبقى فيه جرس انذار قبل ماتش الأهلي اللي انت هتلاعب النجل الأهلي هتلاعب بقى سرعات وهتلاعب لعيب الكرة فحزاري في الطريقة دي اللي أي كرة طويلة بتتلاعب مرتدة أو تحول بيبقى الموضوع صعب جدا على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر